اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما الهلوجينات طبعا ديب بيكون العكس بتكتسب ايه الكترون وليس ايه تفقد ايه الكترون كل مما يأتي من خصائص في الزات الاقلاء عادة انها يعني فيه واحدة غلط اول حاجة جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء طبعا الكلام ده صح احنا مندور على الحاجة غلط خليبنا او حادية التكافؤ باردق صح علشان موجودة في المجموعة لا تتفاعل مع الماء طبعا الكلام ده غلط وبالتردية الاجابة اللي احنا مندور عليها احنا عارفين طبعا اللي هي عناصر الاقلاء وفلزات الاقلاء بتتفاعل مع الماء وبيكون اللي هو هيدروكسيد الفلز ويتصاعد غياز الهيدروجين اللي يشتعل بفرقاعة باللهب ازرق معظمها منخفض الكسافة بردق صح احنا عارفين ان اللي سيوم والصوديوم والبوتاسيوم بيكون منخفض الكسافة اما الروبيديوم والسيزيوم بيكون اكبر كسافة من المادنة اي من العبارات الاتية لا تنطبق على عنصر السيزيوم يعني فيه حاجة غلط بالنسبة للسيزيوم اول حاجة اكبر الفلزات حجما زريا طبعا الكلام ده صح احنا ما ندور على حاجة غلط خليبنا احنا عارفين السيزيوم موجود فيه نائة اللي هي مجموعة اللي هي وان ايه اللي هي عناصر الاقلاء وبالتالي ده بيكون اكبر حجم زري احادي التكافؤ بردق صح علشان هنا بيحتوي هنا اللي هي موجودة في المجموعة وان ايه واللي هو المستوى الاخير بيحتوي على الكترون واحد انشط فلزات الجدول الدوري بردق صح يقع فيه الدورة السابعة طبعا الكلام ده غلط احنا عارفين طبعا اللي هو عنصر اللي هو السيزيوم طبعا ده بيكون موجود فيه اللي هو الدورة ايه السابعة وليس الدورة ايه السابعة علل عنصر البوتاسيوم اللي هو كت تسعة عشر توزيع اللي هو عبارة عن اتنين تمانية تمانية واحد عنشط من عنصر الصوديوم اللي هو 11 اللي هو 2 8 1 اللي ده عنشط من ده زي ما احنا شايفين ده موجود فيه في الدورة ايه الرابعة اما ده موجود فيه في الدورة ايه التالتة واحنا عارفين طبعا من اعلى الى اسفل يعني كل منزل الى اسفل كل ما يزداد معنا مين اللي هو الحجم مين الزري فاقول له لزيادة الحجم الزري في البوتاسيوم عن الصوديوم هنحل اختبر فاهمك رقم اتنين صفحة 94 عندما يتحد عنصر اكس من المجموعة وين ايه يعني عناصر اللي هي الاقل مع عنصر واي من المجموعة سفن ايه يبقى عندي اكس اتحد مع مين مع الواي الاكس ده اخر مستوى بيحتوي على ايه على الكترون يعني احنا اخدنا مثال زي السوديوم السوديوم اللي هو العدد الزري بتاعه 11 يعني توزيعه اتنين تمانية واحد مع عنصر الهالوجين اللي هو موجود في المجموعة سفن ايه زي مثلا اللي هو الكلور اللي هو سبعتاشر اتنين تمانية سبعة ايه اللي هيحصل عندنا الالكترون اللي هو موجود في اخر مستوى طبعا ده هيفقد الالكترون ويتحول الى ايون مجب وعند اللي هو الواي ده هيكتسب الالكترون ويتحول الى ايون سالب فهيدينا المركب اللي هو اكس واي والمركب اللي هينتوق عندنا ده هيكون اسمه كالوريد سوديوم كأحد الامسل فعند هنا بقول هيكون يا طارق ايه اكسيد في الهزة طبعا غلط هيدروكسيد في الهزة برضا غلط هيكون ملح طبعا دי الاجابة الصح ايبع عند هنا auen ايه ملح احنا لدي نمسال عندنا وان ده اللي افترضنا ان ده هو الصوديوم اللي هو 2010 وعند ده اللي هو الوايدة اللي هو CL اللي هو كالور هيكون لين الآن سوف يكون لو إنتروجين هيكون اللي هو 네 ني سي ال هنا في اتنين كولور هنا في واحد في عطل نوات نين وعند هنا في واحد سوديوم يحط نوات نين عشان توزر معنا اللي كونه عندها اسمه ما يلح كولوريدمين السوديوم يستخدم ناط في صناعة الشرائح المستخدمة في اجهزة الكمبيوتر يطار الكوبلت ولا نيتروجين ولا السيليكون ولا السوديوم طبعا مين اللي هو السيليكون عشان ده من أشباه الفلزات أو أشباه الموصلات أي مما يلي يعتبر صحيح أو زين حاجة صح أول حاجة السوديوم إنه 1123 من المواد المشاعة طبعا كلام ده غلط النيتروجين 714 يمكن تحويله إلى سائل طبعا كلام ده صح وبالتالي ديات الإجابة يبدي الإجابة عندنا إنه عندنا اللي هو النيتروجين اللي هو المسال بيستخدم زي ما احنا عارفين في حفظ قرانية العين اللي انخفاض دريد غليانه اللي هو سائل ب196 درجة وطبعا كلام ده بيتام عن طريق اللي هو الضغط والتبريد ببدأ حول اللي هو الغاز إلى إيه إلى سائل السيليكون اللي هو SI1428 راضي توصيل الكهرباء طبعا كلام دخلت عشان هو جيد توصيل الكهرباء علشان هو من أشباه الفلزات الكوبلت اللي هو 2760 اللي هو الكوبلت 60 مشاع يستخدم في حفظ قرانية العين برط غلط علشان ده يستخدم في حفظ الأغذية الشكل المقابل يمثل مقطعا من الجدول الدوري الحديث اختر الحرف أو الحروف الدل على أول حاجة عنصر ينتمي المجموعة الأقلاء احنا عارفين مجموعة الأقلاء موجودة في أقصى يصاري الجدول في المجموعة اللي هي ون ايه يعني نختار مين اللي هو العنصر اللي هو البي عنصر تكافؤ سفر اللي هو تكافؤ سفر اللي هي الغازات اللي هي الخاملة اللي هي موجودة في أقصى يمين الجدول في المجموعة رقم 18 اللي هو من هنا يمثلها اللي هو الواي هالوجين سائل احنا عارفين طبعا اللي هي عناصر اللي هي الهالوجينات عندنا طبعا موجودة فيه مجموعة اللي هي سيفين ايه او مجموعة رقم كام 17 وبتبدأ بأول حاجة عندنا هنا اللي هو الفلور وده عبارة عن غاز ثم بعد كده اللي هو الجيد ده اللي هو يمثله اللي هو كلور وده برضك عبارة عن غاز بعد كده اللي هو الال اللي هو عبارة عن البروم وده سائل وبعد كده اللي هو اليود وده بيكون صلب وعاوز هنا إيه؟ هالوجين إيه؟ سائل وبالتالي نختار مين؟ اللي هو الـ L اللي هيمثله مين؟ اللي هو البروم يبقى نختار مين؟ الـ L عنصر يحل محل العنصر L في محليل أملحه يحل محله؟ يعني معنا كده هيكون أنشط منه يعني يسبقه فين؟ في الترتيب بتاعه عندي هنا ده الـ M اللي هيجي قبل مين ولمين؟ اللي هو HG وبالتالي نختار مين؟ اللي هو HG هنحل مع بعض أسالة الوحدة الأولى الدرس الثالث صفحة 95 أسالة الكتاب المدرسي أول سؤال يعتبر نقط من الهالوجينات الصديم طبعا ده بيعتبر من اللي هي الأقلاء الكلور طبعا دي الإجابة الصح الهاليوم طبعا ده من الغازات الخاملة الكلسم ده بسمال فلزات اللي هي الأقلاء الأرضية يحل نقط في محليل أملحه يترى الكلور محل البروم طبعا صح عندنا علشان الكلور بيسبق مين؟ بيسبق اللي هو البروم في الترتيب تمام؟ وبالتالي بيكون إيه أنشط منه يعني هيقدر يحل إيه محله أعلل تسمية فلزات المجموعة وان إيه بيه الأقلاء هقول له الإجابة برقم واحد لأنها تتفاعل مع الماء مكونة محليل قلوية طبعا مثال على كلام ده زي مين زي السوديوم لو احنا خدنا مثال زي السوديوم مع الماء هيكويل اللي هي محليل قلوية اللي هو إيه أو إتش زائد غاز الهيدروجين هي تساعد تعالي نوز المعادلة عندنا هنا فيه 1 سوديوم 1 سوديوم هي 2 هيدروجين هنا 1 وهنا 2 يعني 3 يبطرو ده في نقص اللي فأنا ساحطه قدامها 2 أصبح فيه 4 إتش أحطنا واتنين أصبح هنا فيه 2 إتش واتنين إتش يبه 4 عندنا هنا فيه 2 أكسوجين عنده هنا فيه 2 إكسوجين عنده هنا فيه 2 سوديوم هنا فيه واحد فحط نوكام اتنين اللي نتج عنده هنا اللي هو مين اللي هي محلول قلو اللي هو هيدروكسيد السوديوم وتصعد غزمين الهيدروجين الذي يشتعل بفرقاء بلهب أزرق رقم اتنين يستخدم النتروجين المسال في حفظ قرانية العين برقم اتنين هؤلوا الإجابة الانخفاض درجة غليانه اللي هي سالب 196 درجة مقوية الشكل المقابل يمثل مقطعا جزءا يعني من الجدول الدوري مع الحرف أو الحروف الدل على أول حاجة الغازات الخاملة طبعا دي موجودة فيه أقصى يمين اللي هو الجدول وعنده هنا فيه حاجتين اللي هو الان و اللي هو القوم فأقول له الان و الو رقم اتنين في الزازات الأقلاء الأقلاء موجودة فيه أقصى يسار الجدول في المجموعة اله و الن وطبعا بيمثلها مين اللي هو العنصر اللي هو ال ا و اللي هو مين اللي هو ال ب يبقى أقول له ال ا و ال ب الهالوجينات طبعا دي موجودة في المجموعة رقم 17 او المجموعة اله و سفن ايه وهنا عنده هنا فيه حاجتين بيمثل اللي هو مين ال ال و ال ا يبقى أقول له ال ال و ال ا اقصر الفلزات نشاطا طبعا ده بيكون موجود فيه اللي هي عناصر اللي هي الأقلاء و احنا عرفين من أعلى إلى أسفل كل منزل الأسفل بيزداد معنا مين النشاط لكبر الحجم الزري وبالتالي هنا يكون أنشط عنصر عنده هنا موجود هنا في قدامنا اللوامين اللي هو ال ب فأقوله ال ب اقصر اللافلزات نشاطا اللافلزات او بسمع ناصر اللي هي ال الهالوجينات موجودة في المجموعة رقم 17 او سفن ايه و عنده هنا طبعا هنا بيكون عاوز هنا اقصر اللافلزات نشاطا طبعا ده بيكون موجود فيه اللوام مقدام اللوامين 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 نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي لخارجه واستخدام طاقة البخار في توليد الطاقة القهربية. رقم اتنين السيليكون صناعة شرائح اجهزة الكمبيوتر. رقم ثلاثة الكوبلت ستين ومشاعة حفظ الاغذية. احنا عارفين طبعا بيصدر منه اللي هي اشعة جامع اللي هي بتؤثر على الجرسين وتمنع تقصرها وفي نفس الوقت هنا لا تؤثر على صحة من الانسان. الجدول المقابل يوضح خواص سلاسة عناصر. اذكر الحرف الذي يمثل عنصر من او الحاج الاقلاء. تعال امسكت على عناصر. العنصر اللي هو انه اسمه اكس. التاني وي بالتالت زد. عند هنا العنصر اللي هو اكس. بيدوف في المياه. وهنا ده عبارة عن عن الحلفزية بتاعته عبارة عن غاز. رضي التوصيل. ودي كسافة بتاعته اللي هي تلاتة من الف. الوي هنا بتفاعل مع الماء صلب. جيد التوصيل. دي كسافة بتاعته. عندنا الزد هنا بتفاعل بعنف يعني شدة يعني صلب. جيد التوصيل. كسافة الوي ستة وتمانين من مية. هنا طالب مين مين اللي هو ايه? اللي هو الاقلاء. احنا عارفين طبعا الاقلاء موجودة في المجموعة وان ايه? وعندنا طبعا العنصر دي بيكون صلبة. يعني نختار يا الوي يا مين يا الزد ده او الحاجة. طيب. لما سألك سؤال هل هو بتفاعل مع الماء? ولا بتفاعل بعنف مع الماء? طبعا بتفاعل مع مين? بعنف مع مين? مع الماء وبيكون هيدروكسيد الفلز. ويتصاعد غاز الهيدروجين. الذي يشتعل بفرقه بلهب ازرق. وكمان بيكون جيد التوصيل اللي هو القهربة. وفي نفس الوقت كمان بيكون كسافة وهي اقل من كسافة اللي هو المية. زي اللي هو الصوديو او البوتاسيو. وبتالي نختار مين اللي هو الزد. فأول حاجة كده. اقول له مين الزد. الحاجة التانية اللي هي مين? الهالوجينات. احنا عارفين طبعا اللي هي الهالوجينات موجودة في المجموعة اللي هي السفن اي. تمام? وعندنا طبعا الهالوجينات بتدوف المية. وفي نفس الوقت هنا بيكون في بعضها في حالة اللي هو غازية زي اللي هو الفلور او اللي هو القولور. وراضية التوصيل اللي هي القهربة علشان ديت عبارة عن عناصر اللي هي لافل الزية. كسافتها بيكون منخفضة اللي هي حوالي تلاتة من الف جرام لكل سنتيمترية مكعب. يعني نختار مين اللي هو إليكس. يا رب وكنت فهمنا. ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله نكمل. ما تنسوناش من صالح دعوكم. كان معكم استرطار وإلى اللي كان ان شاء الله في حلقات قادمة. وبالتوفير لجميع رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.